اشتركوا في القناة يعني ايه تعديل و ايه انواعه واتكلمنا عن المسويات دلوقتي في الباب التاني ان شاء الله هنتكلم عن اساسيات الاتصال التليفوني وعندنا هنا هوت يا اولاد اول حاجة في اساسيات الاتصال التليفوني بداية كان الانسان نتيجة لانه هو اجتماعي بيحاول الاتصال بالاخرين بكل الطرق فكان قبل ما يخترعوا التليفون كان علشان يتصل بالاخرين كان بيعمل ايه كان عن طريق دق الطبول يبقى شفر الدق الايه الطبول لغاية لما جيه العالم جرهان بيل وبدأ يخترع التليفون اخترعوا سنة 1876 وزي ما احنا شايفين في الصورة ده كان التليفون اللي اخترعوا العالم الكسندر جرهان بيل بعد كده عندنا في اساسيات الاتصال انه تم افتتاح اول سنترال تليفوني لانه طالما هنتكلم عن التليفونات يبقى علشان نتصل بالتليفون يبقى لازم يكون فيه وسيط ما بين المرسل والمستقبل او اللي هيوصل ما بين الاتنين اللي هو السنترال التليفوني خلاص فالسنترال دوت كان بيبقى عبارة عن ايه طبعا في البداية كان السنترال في بدايته في امريكا وكان بيسع 20 خط فقط يعني علشان يبقى فيه اتصال ما بين مرسل ومستقبل كان عن طريق السنترال والسنترال ده كان كان خط 20 خط تليفوني فقط بعد كده بنقول انه توالت عملية انشاء السنترالات وتم الانشاء السنترالات دي باستخدام الخطوط الهوائية كانوا بيوصلوا الخطوط الهوائية دي عن طريق الكابلات الارضية وده هنا شكل الكابلات الارضية لما كانوا بداية ايه في الاستخدام بعد كده عندنا انه تعددت نظم الارسال اللي هو اعتبروها دي كانت اساس تكنولوجيا الكابلات الحديثة اللي هي تعدد الارسال عندنا هنا هو لما تطورت انظمة الاتصالات نتيجة لتطور انظمة الاتصالات ظهرت نظم الاتصالات اللاسلكية اللي هي بالطريقة اللي احنا شايفينها دي وكان بيتم عملية نقل الصوت علشان انا اتصل بحد يبقى ده اسمه اتصال تليفوني طب الاتصال التليفوني عبارة عن ايه عبارة عن نقل الصوت عن طريق العدة التليفونية يبقى الصوت بتاعها يتنقل من مكان الى مكان ايه الى مكان اخر عن طريق العدة التليفونية طبعا عن طريق العدة التليفونية بواسطة مين بواسطة السنترال يبقى لازم يكون فيه عندي سنترال لان السنترال ده هو اللي هيبدأ يديني هيبدأ يديني عندي الحرارة او الطريقة اللي انا هتصل بها تقسيم نظم التليفونية بتتقسم النظم التليفونية الى عندنا نظام البطارية المحلية اللي هي بنقول عليها الماجنيتو ونظام البطارية المشتركة وعندنا نظام الاوتوماتيك يبقى ده النظم التليفونية تمام كده بعد كده عندنا مكونات الشبكة الهاتفية نقول ان انا عندي الشبكة الهاتفية لعمل الاتصال التليفوني اول حاجة علشان اتصل تليفونيا لازم يكون فيه عندي عدة تليفون اللي هي عدة التليفون بتكون في المرسل وبتكون فين وبتكون في المستقبل يبقى اول حاجة في مكونات الشبكة الايه العدة التليفونية تاني حاجة السنترال انا عندي السنترال هيربط ما بين خط الطالب وخط المطلوب اللي هو بنقول عليه المرسل والمستقبل تالت حاجة شبكة التوزيع التليفونية انا عندي هيكون فيه لما هركب تليفون في البيت لازم يكون خط بتاع التليفون متصل بايه بشبكة اسمها شبكة التوزيع التليفونية وبعد كده هيكل التوزيع الرئيسي والكلام ده هنبدأ نشوفه وعندنا المقسمات المحلية نبتدي نشوف يا اولاد ادي عندي المخطط بتاع مكونات الشبكة دي عدة التليفون عندي صندوق التوزيع عن طريق الكوابل بيتصل بحجرة توصيل الكوابل الى هيكل التوزيع الرئيسي والى المقسمات ومنظومة التراصل ده عندنا لما يجي يطلب المخطط او الرسم التخطيطي لمكونات شبكة الاتصال التليفوني طيب شبكة الاتصال التليفوني دي بتبقى ايه احنا يا اولاد عارفين ان احنا عندنا لازم التليفون الارضي بيكون موجود مثلا في البيت تمام بينزل منه طرف التوصيل اللي هو السلك هيروح على فين لازم يكون متصل بهيه التوزيع دي شايفين العلبة دي الجزء اللي فيها اللي بنتداخل باللون الابيض ده ده اسمه كورونا تجميع اسمه ايه يا اولاد كورونا تجميع انا عندي بينزل الخط بتاع التليفون او السلك اللي نزل من تليفون الارضي اللي في البيت بينزل ياخد مكان فيه الصندوق ده تمام يبقى ليه مكانين هنا هون طيب كورونا توزيع دي كورونا او كورونا التجميع دي بيكون هي كهيكل بيكون فيه عشرة كورونا تجميع انا اقدر ازودهم احط كذا واحدة انما هي البير الوحدة بتكون عشرة طيب انا ممكن دي باخدها مثلا ان انا لو انا عندي في الدور بتاع العمارة مثلا لو الدور دوت عشرة او تمن خطوط فانا بحط دي لدور تمام او اخلي البوكس ده يكون واخد خطوط اللي جاية من العمارة بتاعتك تمام يبقى انا عندي مثلا لو فيها عشر شقق يبقى انا هيبقى نازل عندي من كل شقة خط ايه خط تليفون متصل بيه كورونا التجميع اللي في البوكس الابيض ده تمام طب بعد كده بعد كده انا العشرة دولة او التمن شقق دول هطلع لهم من هنا سلك واحد او طرف واحد هيتصل بالهيكل الايه هيتصل بالهيكل الرئيس اللي هو السندوق البوكس الكبير ده تمام ليه انا كده بختصر لان انا مش هحط في كل في السندوق ده كل التليفون هيكله سلك لا انا بحط بياخد من كل علبة من دولة موجودة بتضم مجموعة الخطوط اللي في العمارة دي باخد منهم بقى انا خط واحد بس تمام ووصلوا في الهيكل الايه الرئيسي نشوف ازاي اولاد انا عندي اين هوت ادي اين هوه ادي كورونا التجميع الخاصة بيه المكان خدت مثلا تلات اربع خطوط او خمس خطوط اللي موجودين في البيت دوت وصلتوا هنا ونفس الحكاية في المكان التاني وهكذا في المكان التاني خدت بقى من كورونا التجميع دي خدت دي السلكة واحدة هي او كابل واحد وصلتوا لبوكس التوزيع الرئيسي وهكذا يبقى انا كده اختصرت ان انا مش هوصل كل الكابلات دي هوصلها هنا لا هو واحد بس بيلموا كل الخطوط او بيجمعوا كل خطوط المكان ده فانا عندي بوكس التوزيع الرئيسي ده ممكن يكون خاص بمنطقة بحالها تمام كده عشان كده بنسميه بوكس التجميع الايه الرئيسي وبرضه هو بيكون فيه اه كورونا تجميع بعد كده عندنا انواع العدد التليفونية العدد التليفونية كان فيه عندي نظام اسمه نظام البطارية المحلية نظام البطارية المحلية ده كان هو النظام اللي بيستخدموه كعدد تليفونية قبل كده بعد كده العدد دي اتلغت لان هي كانت فيها بطارية بعد كده السنترال بقى يستخدم هو البطارية بتكون البطارية دي موجودة داخل السنترال فعلشان كده نظام البطارية المحلية دوت ما بقاش يستخدم دلوقتي تمام لان هو عوضوا عنه فين عوضوا عنه في السنترال كان جميع المشتركين طبعا عندي السنترال جميع المشتركين هيتم امدادهم بطيارات خلاص او الطيار التغذية البطارية المحلية او النظام المحلي ده كان في بطارية هاي اللي بتمد المشتركين بطيار التغذية دلوقتي طبعا بيكون عن طريق السنترال طيار التغذية ده اللي هو المطلوب اسناء الكلام او اسناء دق جرس التليفون تمام اللي هو طيار الضرب انا عندي طيار اسمه طيار الكلام وده الطيار اللي بيقل لنا علشان اتكلم او المرفع السماعة الطيار ده بيبدأ يتصل بالايه بالتليفون فبنسميه طيار الكلام وعندي طيار الضرب ده الطيار الخاص اللي هيخلي جرس التليفوني ايه ابدأ اسمعه يبدأ اسمه طيار الضرب سواء كان طيار كلام او طيار ضرب اللي اتنين دولة ياولاد بيكون طيار متردد طيار ايه طيار متردد طبعا اما الطيار اللي بيكون جايلي من البطارية فاحنا عارفين ان طيار البطارية بعد كده هيكون في طيار مستمر واحنا هنشوفه لما نتكلم عن جزئية الميكروفون في العدة التليفونية تركيب العدة التليفونية العدة التليفونية بتتكون من مجموعة من الاجزاء طيب عايزين نعرف مع بعض ايه هي مكونات العدة التليفونية ان احنا كلنا بنشوف الهيكل الخارجي للعدة التليفونية وبس بس نبقاش عارفين ايه هو اللي جوه العدة التليفونية وازاي انا لما برفع السماعة ببدأ اتكلم وازاي لما احطها لو حد اتصل علي التليفون يبدأ يرن اول حاجة في مكونات العدة التليفونية لازم يكون فيها بطارية تمام تاني حاجة سماعة بعد كده عندي الميكروفون والجنش وملف التأثير او ملف الحس والجرس المستقطب نقول تاني لعدة التليفونية مكوناتها البطارية السماعة الميكروفون ملف التأثير الجنش الجرس المستقطب اول حاجة عندنا عايزين نشوف يعني ايه الميكروفون بستخدمه ازاي وايه هي مكوناته الداخلية تمام طيب اول حاجة عندي ده الشكل الخاص بيه الميكروفون الكربوني اللي موجود داخل العدة التليفونية انا علشان اتكلم وامسك السماعة وابدأ اتكلم يبقى انا عندي الصوت بتاعي بيدخل على ايه هيدخل على ميكروفون طيب الميكروفون دوت عبارة عن ايه اول حاجة زي ما احنا شايفين في الرسمة هنا عندي كطب كربوني سابت وعندي هنا كطب كربوني متحرك يبقى هي عبارة عن كطبين من الكربون ما بينهم في علبة هنا هوت مليانة بحاجة اسمها حبيبات كربونية الحبيبات الكربونية دي زي اولاد كده عارفين الالم الرصاص في نسبة كربون تمام بس الحبيبات الكربونية ده اللي في الالم الرصاص نوع من انواع الكربون ده نوع شبيه ليه اللي هي اسمه حبيبات كربونية وعندي هنا رئ الالمونيوم رئ من الالمونيوم الخفيف هنا الموجات الصوتية هتدخل وهنا في النهاية او في الوجهة عندي في المايك فيه غطاء معدني بيكون الغطاء دوت به سقوب او به ايه فتحات يبقى ده الشكل الخاص بيه الميكروفون الكربوني علشان لو طلب ان انا اشرح التليفون الكربوني لازم اولاد هتبدأ ترسمه ما فيه شرح من غير ما نبدأ ان ايه نرسم الشكل الخاص بيه الميكروفون الكربوني ادي تركيبه بيبقى انا عندي هنا هو الميكروفون ده كده الشكل عندي ادي الاكتاب الكربونية وهنا الكربون بتاعي وادي هنا هو ده رئ الالمونيوم وهنا الجزء الخاص الخارجي اللي بيكون فيه مجموعة من السقوب وعندي ده بطارية لان الميكروفون الكربوني لازم له بطارية علشان يقوم بعملية الايه التشغيل وبيتصل عندي بمحاول ببيتركب من ايه قطبين من الكربون واحد ثابت والطرف الكطب التاني من الكربون بيكون متحرك والكطب المتحرك ده هو اللي بيكون فيه الامام يعني اللي هنا ده ده كده الكطب المتحرك انما ده هو الكطب الايه السابت طيب بثبت بعد كده في الكطب المتحرك ده مخروط من الالمونيوم مخروط من الايه? الالمونيوم اللي هو عندي. تمام? البوق. بعد كده بنقول ان انا عندي فيه اه هحط العلبة عندي ديت. العلبة المعدنية دي هتكون من ايه? من مادة عزلة مليئة بالحبيبات الكربونية. يبقى ما بين القطبين فيه علبة من مادة عزلة مليئة بالايه? مليئة بالحبيبات الكربونية. طبعا كل المكونات اللي احنا شفناها دي بيتم وضعها داخل علبة. وبيكون فيه عندي ليها من الخارج مجموعة من السقوب امام. مجموعة السقوب دي بتكون امام الايه? البوق. علشان الصوت لما بيخرج مني بيدخل على الايه? بيدخل في المنطقة ديت. علشان ابدأ بعد كده يتنقل لمكان ايه اخر. طيب. قلنا ان الميكروفون ده لازم يتغذب ايه اولاد? لازم. علشان تشغيله لازم يكون فيه عندي بطارية. طيار مستمر او جهد طيار ايه? جهد مستمر. ده اه الشكل العملي للميكروفون وهو مفتوح. ادي هنا هو عندي زي ما انتم شايفين. شايفين كده الجزء ده? هنا هو اللي هو الحبيبات الكربونية. خلاص? انا عندي هنا هو ادي الجزء اللي بيكون في الوجهة اللي هيدخل من عن طريقه الايه? الصوت. ودي الغلاف الايه? الخارجي بتاعنا. يبقى ده الشكل العملي للايه? للميكروفون. طبعا انا باستخدم الميكروفون في ايه? هو اصلا وظيفة الميكروفون ان انا هتكلم. تمام? هياخد الكلام بتاعي يحوله الى ايه? الى اشارة كهربية. يبقى في البداية. الميكروفون دوت وظيفته انه هو بيقوم بتحويل الصوت الى اشارة كهربية. بعد كده الاشارة كهربية دي هتنقل لمكان تاني. طيب انا باستخدمه فين بقى? زي ما احنا قلنا انا هستخدمه في العدد التليفون ايه. انا عندي التليفون لازم يكون فيه ميكروفون لان انا هتكلم. فالكلام بتاعي لازم يكون يدخل على الميكروفون اللي هيحوله الى اشارة كهربية. طيب وباستخدمه كمان في ايه? باستخدمه فيه اجهزة اللاسلكية. في الاجهزة الايه? اجهزة اللاسلكية اللي بتكون ملحقة بالمحطات اللاسلكية. سواء كانت المحطات اللاسلكية دي متحركة او سبتة. احنا اتفقنا ان انا عندي الميكروفون طيب بيتكون من اه الاجزاء اللي احنا قلناها. طيب نظرية عمله طبعا بتعتمد نظرية عمله على تغيير المقاومة الخاصة بالحبيبات الكربونية. لان انا الصوت بتاعي لما هيدخل هيعمل ايه? انا عندي فيه كطب من الكربون اللي هو الكطب المتحرك ده. هيبدأ يتحرك للداخل والخارج. نتيجة للايه? للصوت. فبيعمل عملية تخلخل وتضاغط في الحبيبات الكربونية اللي عندي اللي هتبدأ اللي جوه العلبة دي هتبدأ ايه? تتحرك. تمام? طيب لما هتتحرك عندي هيحصل ايه? هيحصل تغيير في مقاومة الحبيبات الكربونية دي. طيب هيتحرك معاه طبعا الكطب المتحرك خلاص? وهيضغط على الحبيبات المتحركة دي لغاية ما يتم ايه? هتتقرب وتتبعد فيبدأ يحدث الصوت عندي. يبدأ يتنقل. يتنقل ازاي? يتنقل عن طريق ان هو هيتحول الى اشارة كهربية. تمام كده? طيب. انا عندي نهوت. اه نشوف ازاي الجهاز عندي نهوت او الميكروفون ده هيشتغل بصوا كده ولاد. انا عندي ادي الصوت لما دخل. انا عندي نهوت ادي الجزء اهو هيتحرك. ادي ده كطب الايه? كطب الميكروفون. بصوا لما الصوت واقف المقاومة هنا هوت. مقاومة عندي قلت. بصوا لما الصوت رجع اللي بيحصل. المقاومة هي. بصوا قمتها بتزيد. بصوا كده. انا عندي الصوت قطع. المقاومة هنا هوت. مخفضت. ومش بيبقى فيه هنا سيجنل. ما بيبقاش فيه عندي اشارة. ده التضاغط والايه? والتخلخل اللي بيحصل نتيجة الصوت. ده التضاغط والتخلخل اللي هيحصل نتيجة الايه? الصوت. ده كده عمل الميكروفون. وده الصوت اللي هيكون عندي بيدخل عندي على الرئ والبوق. تمام? البوقه هو عندي اللي هو باللون البرتقاني ده. بنقول ان الميكروفون الكربوني ده ليه مميزات. طب ايه هي اهم مميزاته? الميكروفون الكربوني حساس حساسية مناسبة. يبقى حساسيته مناسبة بالنسبة للايه? للاصوات اللي هتمر فيه. وهو رخيص التمن لان المكونات بتاعته هي مكونات سهلة وبسيطة ورخيصة زي الكربون والعلبة اللي هي من العازل والكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. طبعا بيتحمل الصدمات لان احنا لما نشوف دلوقتي هنشوف الميكروفون في الحقيقة وهنشوف شكله زي. فهو مش بيبوص بسرعة. لان هو بي ايه لو وقع مني الميكروفون ما بيتأثرش اوه. فعشان كده بنقول ان هو بيتحمل الصدمات. وبينقل الصوت بدون تشويه. طيب يعني ايه بينقل الصوت بدون تشويه? يعني ما بيعملش تقطيع في الصوت. لان يا اولاد فيه فرق ما بين. التشويه والشوشرة. اه بنشوف طلبة منكم كتير ما بتقدرش يتفرق ما بين التشويه والشوشرة. وفي اي مميزات او اي عيب. ما بتحط شوشرة او تشويه. ما بيبقاش فرق معاه. اه احنا لازم نعرف ايه هو الفرق ما بين التشويه والشوشرة. كلمة تشويه يعني الصوت هيخرج لي مشوة. يعني اه متقطع فيه فقد عندي فيه بعض الاشارة الصوتية اللي وصلت. فهو ده التشويه. انما الشوشرة. الشوشرة يعني الصوت عليه. آآ عليه دوضاء. بيبقى تسمع فيه. وانت بتسمع مثلا صوت عندي. تلاقي الصوت بتاعك واصل. انه هو في آآ زي انا بيقول صوت مضاف اليه. فهي دي الايه? الشوشرة. اما التشويه تقطيع في الصوت. يبقى كده آآ نبقى عرفنا ايه الفرق ما بين التشويه والشوشرة. علشان احنا بنشوف على طول اي كلمة تيجي في بالك. انت بتروح كاتبها في المميزات والعيوب. آآ بديلة التشويه والشوشرة. لأ. لازم افرق بين. التشويه ما بين الشوشرة. ده بالنسبة لمميزات الميكروفون. نجي بعد كده لعيوبه. طبعا اهم عيب في الميكروفون ان هو لازم اوصل معاه بطارية. يبقى هو بيحتاج الى مصدر تغزية خارجي. محتاج الى مصدر جهد ايه خارجي علشان يشتغل. من غير البطارية الميكروفون دوت ما بايه ما بيشتغلش. طيب العيب التاني ان انا عندي الميكروفون ده لو انا تركته لفترة طويلة. الحبيبات الكربونية اللي هي اصلا بتعمل حركة. الحبيبات دي بتتماسك. نتيجة بقى انت سبتوا فترة طويلة ما شغلتوش. او نتيجة الرطوبة بيحصل تماسك في الحبيبات الكربونية. فطالما تمسكت الحبيبات الكربونية الميكروفون ده مش هنقدر ايه مش هينفع يشتغل. تمام? يبقى ده كان عيوب الميكروفون الكربون. يبقى انا دلوقتي في الميكروفون الكربون يا ولاد. عرفنا هو رسمته ايه? هتبدأ ان احنا السؤال لما بيجي بيقول لي اشرحي الميكروفون الكربون. طالما اشرحي يبقى انا لازم اوضح له الشرح بالرسمة. علشان ما يضعش منك اي درجات في جزئية الشرح. تقول هو ما طلبش رسم. لا. هو في الغالب اللي بيبقى كاتب لك ارسم. بس ونفرض ما كاتب لك ما ينفعش اشرح من غير ما ارسم. لان انت بتشرح في ايه? انت طيب تخيلت الشرح ازاي? عن طريق الرسم. يبقى انا ارسم وبعدين اشرح. اه او يقول لي اذكري المزايا وعيوب الميكروفون الكربوني. وطبعا مزايا وعيوب الميكروفون الكربوني سهلة جدا. ان هو اصلا شغله بسيط. طيب. اه بالنسبة للعيوب كمان هو حساس للاصوات اكتر من حساسيته الموسيقى. يعني هو ما بيحسش بالنغمات الموسيقية زي ما بيحس بالايه? بالصوت. ده بالنسبة لعيوب الميكروفون. بعد كده بنتنقل الى العنصر التاني في مكونات التليفون وهو السماعة. انا دلوقتي السماعة دي بنسميها في التليفون المستقبل. والميكروفون بنسميه المرسل. طيب. في عملية المستقبل اللي هو السماعة بتتكون منين? انا عندي هنا. ده الشكل الخاص بالسماعة. ادي المغناطيس الدائم اللي تحت. وهنا هو القطب الحديدي اللي ملفوف عليه ملف او لفات من السلك النحاس. وعندي هنا في الاعلى موجود رئ حديدي مستدير. ده كده شكل السماعة لما بيطلب الرسم بتاعها. طيب. عندي السماعة هنا هوت يا اولاد بتشتغل ازاي? انا عندي بتستخدم ان انا. اه السماعة انا جايلي ايه? انا جايلي اشارة كهربية من الميكروفون. كلام اللي انا اتكلمته. اتحول لاشارة كهربية وتنقل الى السماعة. السماعة تعمل ايه? السماعة دورها ان هي هتاخد الاشارة الكهربية ديت. وتحول هالي الى صوت مسموع. وطبعا الصوت دوت هيكون هو بالزبط الصوت اللي صادر في العملية الاولى اللي هي عملية الكلام في الميكروفون. ما ينفعش يحصل اختلاف. هي بتحول بالزبط الاشارة الكهربية اللي هي اصلا صوت هتحولها الى صوت ايه? مسموع. ده بالنسبة ليه? يقول لي تعرفي السماعة او دور السماعة ووظيفتها. اه السماعة تركبها زي ما احنا شوفنا في الرسمة هي عبارة عن مغناطيس دائم. وبسبت على المغناطيس ده قلب حديد مطاوع. مغناطيس دائم وعليه قلب من الحديد. المطاوع القلب ده بيكون على شكل حرف يو. آآ ملفوف من الطرفين عندي. السلك. السلك دوت سلك من النحاس الرفيع خلاص. وموجود من امامه بيكون فيه اللي هو الرق الخفيف اللي معمول من الحديد. وبيكون الرق ده زيت شكل دائري. وهنشوفه برضو النهارده ان شاء الله هنشوف شكله في الحقيقة بيكون ازاي. يبقى عندي تركيب السماعة مغناطيس دائم. عليه. نسبت عليه. قلب. القلب ده على شكل حرف يو. ملفوف عليه. سلك. نحاس. وموضوع في الاعلى. رق من الايه. رق من الحديد ذات شكل دائري. نظرية عمل السماعة. عندي السماعة دي. انا بتعبر عن. المعبرة عن ايه? المعبرة عن الصوت. تمام? فعندي طالما فيه طيار مر. وفيه عندي مغناطيس ايه اللي هيحصل? طالما الطيار مر فيه الملف. هيولد مجال مغناطيس. ودي انتو عارفينها كتير? اني لازم نبقى تطالما فيه طيار او اشارة كهربية مرت في ملف. ايه اللي هيحصل? هيتولد مجال مغناطيسي. تمام? المجال مغناطيسي المتغير ده هيتعارض مع المجال المغناطيسي الدائم اللي موجود أصلا فيه المغناطيس يبقى أنا عندي هو كده طيار لما مر تولد عندي ايه تولد مجال مغناطيسي متغير طب والسماعة السماعة فيها عندي مغناطيس هيتولد عن طريق ايه هيتولد مجال مغناطيسي دائم يبقى أنا فيه مجالين دلوقتي مجال مغناطيسي متغير ومجال مغناطيسي ايه دائم محصلة الاتنين على بعد هيبقى عندي في ايه اللي هي المجال المغناطيسي اللي هيكون عبارة عن الصوت المسموع تمام يبقى ده محصلة المجالين اللي هو المجال المتغير طب المجال المتغير ده بقى عمل طلع للصوت اللي انا بسمعه ازاي المجال المتغير ده اثر على الرئ اللي من الحديد خلاص المعدني الرئ المعدني دوت بتكون طبقته خفيفة فبيحصل له ايه بيحصل له حركة اهتزازية هيبدأ الرئ ده يتحرك الحركة الاهتزازية دي هي اللي هتسبب لي الاحساس بالصوت او الكلام اللي انا هبدأ اسمعه منين اللي انا هبدأ اسمعه من السماعة تمام طبعا الكلام ده اللي هو اصلا جايلي من الميكروفون ده عندي شكل السماعة بصوا كده الشغل بتاع السماعة بيكون ازاي تشغيلها ادي الاهتزازات الحركة الاهتزازية هي من الداخل هنا ده المغناطيس اللي احنا قلنا عليه واللي بالاصفر او البرتقاني ده الملف اللي هي لفات الملف بتاعنا واللي فوق اللي هو ايه الرئ او الغشاء الحديدي او الغشاء المعدني ودي الموجات الصوتية الايه الصادرة يبقى ده كده الشكل الخاص بالسماعة طريقة تشغيلها تمام بعد كده عندنا نتنقل لنقطة تانية اللي هي ملف التأثير ده المكون التالت في العدد التليفونية ملف التأثير او بنسميه ملف الحس ملف التأثير ده عبارة عن ايه من اسمه ملف يبقى انا عندي نهوت ملف ابتدائي ملف التأثير ده هو في الطبيعي بتاعه هو عبارة عن محول احنا عارفين محول محول ده محول رفع الاشارة يبقى هو عبارة عن محول ايه محول رفع طالما هو محول يبقى انا عندي ملف ابتدائي وملف ايه سنوي ملف ابتدائي وملف سنوي ايه دي عندي هنا هو الملف الابتدائي القلب وملفوف عليه السلك هنا هو فكون لي الملف الابتدائي ملفوف عليه هنا سلك من النحاس النحاس ده معزور بمادة الورنيش وبعد كده مغطى بورق من العازل تمام وهنا الملف السنوي نفس الحكاية القلب ولفات السلك اللي من النحاس اللي هي لازم يكون طالما ملفه ولازم بنعمل عملية عزل ليه السلك بايه بمادة الورنيش بعد كده تم تغليفه بورق ايه بورق عازل ودي اطراف التوصيل بتاعة الملف تمام يبقى ده شكل الملف الايه الملف التأثيري بس تخدمه في ايه اول حاجة عندي ويستخدم فيه الربط ما بين الميكروفون والسماعة لازم يكون فيه ربط ما بين الميكروفون والسماعة اتصال فانا هوصل السماعة بالميكروفون بايه هوصلهم عن طريق ملف الحس تاني حاجة عندي بيفصل دائرة ايه طيار الكلام المتغير عن طيار البطارية المستمر لان احنا عرفنا ان الميكروفون علشان يشتغل متصل ببطارية طيب انا عندي دلوقتي من اللي بيفصل ما بين الطيارين دول اللي هييفصل ما بين طيار الكلام وطيار البطارية من ملف الحس بعد كده هو اللي هيقوم بتوليد طيار تأثيري كبير هيأثر على السماعة هيأثر على ايه اولاد هيأثر على السماعة يبقى احنا كده عارفنا ان الملف التأثيري هو عبارة عن محاول رفع محاول ده ملفين ملف ابتدائي وملف سانوي بتكون من الملف الواحد بتكون من قلب ملفوف علي سلك من النحاس متغطي بمادة عزلة المادة العزلة دي ورنيش بعد كده هغلفه بورق ايه بورق عازل تمام وشوفنا استخداماته بيربط ما بين الميكروفون دايرة الميكروفون ودايرة السماعة تلقوا متوصلين ببعض عن طريق هذا ملف الحس او الملف التأثيري بعد كده عندنا قلنا التركيب بتاعه خلاص يا أولاد وقلنا ازاي عندي الملف دوت بيتم ان هو يبدأ يربط ما بين الاتنين اللي هو المايك والسماعة ناخد الجزء الجديد اللي هو الجرس المستقطب دا المكون الجديد فيه مكونات الايه التليفون الجرس المستقطب عندي هو عبارة عن ايه الجرس المستقطب دا في الاصل هو الوسيلة اللي بتعرفني ان في حد بيتصل بايه يبقى دي وسيلة نداء دي وسيلة ايه نداء يبقى الجرس المستقطب هو هو وسيلة نداء او وسيلة تنبيه موجود فين في العدة التليفونية تمام طب بيشتغل عن طريق ايه طبعا علشان يشتغل جرس بتاع التليفون ويريد يبقى عن طريق طيار الضرب طيار ايه طيار الضرب وطيار الضرب ده جاي منين جاي من السنترال وهنشوف ازاي طيار الضرب بيجي من السنترال ده الشكل بتاع الجرس ده عبارة عن طاصات النحاسية ادي الطاصة النحاسية اهي تمام وهنا دي المطرقة اللي بتطرق على الطاصة النحاسية دي علشان تحدث ايه تطلع الصوت او صوت رنت التليفون وهنا ده المغناطيس اللي على شكل حرف يو ملفوف عليه لفات من النحاس بالشكل ده تمام يبقى ده عندي لما يطلب مني ان انا ارسم الجرس الايه المستقطب تمام طيب بالنسبة للجرس المستقطب قلنا ان انا عندي بيتركب من قلب مغناطيسي برضو على شكل حرف يو ملفوف عليه ملف ملف من سلك انه حاسل ايه المعزول هيمر في ايه علشان يشتغل هيمر فيه طيار يسمى طيار الضرب يبقى انا عندي ممكن يجيلي في اكمل او في الاختيارات ان انا عندي طيار الضرب الواصل للجرس بيكون طيار ايه مستمر ولا متغير خلاص احنا عارفنا طيار متغير تمام طيب الطيار دوت اسمه طيار طيار الضرب جاي منين من السنترال تمام كده علشان الجزء ده بنقول نظرية عمل ايه اللي هيحصل انا عندي هيتولد حوالين المجال المغناطيس هيتولد نتيجة مرور الطيار دوت هيتولد مجال ايه مغناطيسي متغير هيؤثر على المطرقة لان انا عندي اول ما دخل عليه الطيار تولد مجال المجال اثر على المطرقة هتبدأ المطرقة دي ايه تتحرك تتحرك ما بين ايه ما بين الطاصة النحاسية انا عندي طاصين نحاسيتين فهتبدأ تتحرك الايه المطرقة دي تخبط على الطاصة النحاسية علشان تحدث صوت في بعض العدد التليفونية بيكون موجود طاصة واحدة والعدد اللي احنا بنشرحها دلوقتي هي عبارة عن طاصة نحاسية بتكون اتنين واحدة يمين وواحدة شمال والمطرقة بتكون ما بين الاتنين دول وعندي الطيارة هو اللي هيخليها تبدأ ايه تشتغل بنقول ان انا عندي فيه عندي نهوت حاجة اسمها حامل الجنش خلاص اسفل الحامل دوت بيكون فيه عندي ريش معدنية الريش المعدنية ديت اللي بيحصل اول ما انا ما برفع السماعة لما انت بترفع السماعة ايه اللي هيحصل طالما رفعت السماعة يبقى من اللي فصل فيه طيار الضرب عندي فصل لان الجرس مش هيرين طول ما انا رفع السماعة يبقى حصل فصل في طيار الضرب طب لما بحط السماعة اللي بيحصل طيار اللي هيتوصل عندي طيار الضرب ومين اللي هيعمل عندي بالنسبة لي فيه طيارين اللي هو الكلام والضرب لو انا انا رفعت السماعة اللي هيحصل لما برفع السماعة يبقى أنا في طيار الكلام هو اللي تم توصيله لما حط السماعة اللي هيحصل هلاقي أن طيار الضرب هو اللي تم توصيله وطيار الكلام طيار الكلام فصل الكلام ده بيتم عن طريق مجموعة من الرياش مجموعة من الرياش هي اللي بتقوم بعملات الفصل والتوصيل علشان تخلي الجرس يرين أو أن الجرس ما يريش وانا أبدأ أرد على التليفون تمام عرفنا الجرس المستقطب نيجي بقى على حامل الجنش او الجنش ايه هو الجنش ده الجنش ده ولاد اللي هو انا لما برفع السماع عندي في التليفون بيبقى فيه طرف كده هو او طرفين لونه ملونين دولة اللي انا بحط عليهم السماع ده اسمه ايه اللي انا بس ندع عليه السماع ده ده اسمه الجنش تمام الجنش دوت بيتركب من ايه بيوجد أسفل الجنش حاجة اسمها حامل الجنش حاجة اسمها إيه حامل الجنش حامل الجنش ده متصل بياي أو سستة تمام أنا عندي بتحصل إيه السستة دي بتبدأ لو أنا حطيت السماعة بتبدأ أن هي تنزل لأسفل لو أنا رفعت السماعة السستة بترفع الجنش إيه لأعلى تمام يبقى بترفع لأعلى عند رفع السماعة ده بالنسبة للشكل الخاص بالجنش هنا هو أدي السماعة تمام وأدي ده حامل الجنش هنا الياي أو السستة تمام وهنا ده دائرة الخط وهنا دائرة الكلام ودي دائرة الجرس لأن إحنا قلنا أن فيه طيار بيكون اسمه طيار الكلام وطيار الجرس طيار الكلام وطيار الجرس دولة بيكونوا جايين لمن السنترال تمام كده؟ بعد كده في عندي المكسف إيه هو المكسف؟ المكسف ده هو اللي هيقوم بإمرار طيار الضرب وطيار الكلام يبقى الطيارين المتغيرين دول مين؟ المسؤول عن إمرارهم المكسف، المسؤول عن إمرارهم إيه؟ المكسف طيب المكسف دوت مرر طيارين الضرب والكلام، وإحنا قلنا أن طيار الضرب وطيار الكلام دولة طيارات متغيرة وهيمنع الطيار المستمر هيمنع الطيار المستمر طيب الطيار المستمر دوت جاي منين الطيار المستمر دوت اللي هو البطارية بتاعت تمام بتقوم بتغذية الميكروفون البطارية عندي هي اللي هتغذي الميكروفون الكربوني بالطيار المستمر علشان الميكروفون يشتغل زي ما اتفقنا في الاول لازمه بطارية البطارية دي هي اللي هتغذيه بالطيار المستمر اللي هيقوم بعملية التشغيل بعد كده بتتكون عندي مكونات عدة البطارية المحلية خلاص بالنفس المكونات الخاصة بنظام الطلب في مولد الماجنيتو بس بيختلف البطارية المحلية عن الماجنيتو بالقرس الدائري اللي هو بنسميه الضيل اللي هو بنسميه قرس الضيل او قرس النداء ده بالنسبة للعدة التليفونية اللي بالشكل اللي قدامكم دي ودي اسمها عدة اوتوماتيكية يا ولاد علشان بس بداياتها كان فيه عدد سابقة العدد اللي قبل كده كانت اللي هي عدد الماجنيتو الكلام ده فدي بالنسبة لهم كانت حاجة حديثة فعشان كده مسميهنها العدة الاوتوماتيكية تمام العدة دي بتستخدم العدة دي في ايه في ان هي بتقوم بتوليد مجموعة نبضات نبضات دي لما انا ابدأ اتصل بحد انا بلف القرس الدائري اللي موجود في العدة نتيجة ان انا دغطت مثلا لفت على رقم اتنين او رقم تلاتة ايه اللي هيحصل هتولد مجموعة من النبضات النبضات دي بترسل الى الايه بترسل الى السنترال النبضات دي بتعبر عن الرقم اللي انا قمت بعملية الايه الاتصال بي يعني مثلا اتصلت خمسة تلاتة اتنين وهكذا فالرقم ده هيوصل للسنترال عرفوا ازاي عرفوه عن طريق مجموعة النبضات اللي تولدت من القرس او الدايل طبعا الكلام ده برضو بيتم عن طريق مجموعة من الريش الريش تمام اه نجي بعد كده طبعا مجموعة النبضات دي هتعبر عن رقم ايه المشترك الضيل ده عبارة عن ايه الضيل ده عبارة عن جزئين الضيل اتفقنا اللي هو القرس بتاع التليفون بيتكون من الجزء الخارجي بتاعه اللي هيتكون من قرس علوي القرس العلوي ده اللي هو عندي بيكون متحرك اللي انا ببدأ اتصل عن طريقه وبيتوزع على سلسين محيط القرس ده عشر فتحات اللي هم بيمثلوا الارقام بتاعة الاتصال ده عشر ايه فتحات دائرية يمثلوا ارقام الاتصال تمام بتبدأ من عندي السفر والواحد والاثنين وهكذا لغاية التسعة والسفر ده علشان لو انا بيكونولي الرقم عندي اللي هو الرقم ايه عشرة زيرو ايه واحد تمام ده بالنسبة للجزء الخارجي عندي كمان الجزء الايه الداخلي او السفلي شوية ده اللي بيكون ده عبارة عن جزء ايه جزء سابت يبقى انا عندي فيه جزء سابت وجزء متحرك الجزء السابت اللي عليه الارقام مكتوبة اما الجزء المتحرك اللي انا ببدأ ان انا اقوم بعملية الايه الاتصال عن طريقه عندي بيتكون من ايه انا بنشوف عندنا اولاد مجموعة ريش التلامس انا عندي فيه مجموعة من ريش التلامس لما بقوم بعملية الاتصال الريش دي بتسمى بريش العد او ريش الارسال دي اللي هيتقوم بايه بان انا هيتم ارسال الرقم اللي انا ضربته على التليفون عن طريق الريش دي طب ازاي اه ريش الارسال دي بتبدأ تقوم بعملية ايه تقطيع في الطيار اثناء رجوع القرس ليه يلف ويرجع ايه ليه مكانه الاصلي تمام انا ببدأ اتصل بالتليفون اول ما انا عملت الاتصال بتاع الرقم اثناء عودته بيحصل مجموعة من الايه مجموعة من النبضات دي او تقطيع الطيار اللي هيتم ارساله الى هيتم ارساله الى الايه الى السنترول تمام طيب اه تمثل مجموعة ريش قفل السماعة وفي مجموعة ريش قفل الايه الميكروفون وبتم اه بيكونوا غير متلمسين في الوضع الايه في الوضع العادي تمام كده دي بالنسبة لريش الفصل ده عندي الشكل بتاع الدايل او القرس ده الحاجز المعدني اللي بيبدأ من عنده ايه عملية وقف الايه الرقم لازم يكون فيه حاجز علشان نبضات ما يبقاش فيه جزء فيه نبضات ايه مختلفة تمام ده القرس الايه العلمي عندي هنا دي ريش الفصل وريش العد متصلين بفرع الف وفرع به وهم دول اللي بيوصلوا لعملية الايه النبضات نظرية عمل الدايل بنقول ان انا اول ما بدور او ببتدي اتصل بالرقم عن طريق القرس عند ادارة الدايل لرقم من ارقام المشترك المطلوب ايه اللي هيحصل انا لما بتصل بيبدأ اثناء عودة الدايل ده بيرجع بسرعة سابتة بيرجع بسرعة ايه سابتة طيب في الوقت الرجوع ده اللي بيحصل بيحصل عندي انا فيه عندي حالتين قلنا عليهم اللي هو حالات الفصل وحالات الاتصال لرياش العد تمام الفصل والاتصال ده بيتم بنبضات سابتة اول ما بيرجع الدايل بيحصل عملية تلامس لرياش الفصل هنلاقي ان رياش الفصل اثناء العودة بيحصل لها ايه بيحصل لها عمليات تلامس طيب وبعد كده لما بيرجع لوضعه الاصلي بيتمفصل رياش الفصل يبقى في العودة اللي بيحصل بيحصل اتصال او تلامس لرياش الفصل طيب وبعد كده لما يوصل لوضعه الطبيعي هيحصل انفصال لرياش الفصل طيب طبعا العملية دي بتكرر مع كل رقم ابدأ اطلبه لغاية ما بيوصل عدد النبضات كاملة الى السنترال عدد النبضات دي هتعبر عن الرقم اللي انا ايه اللي انا بدأت اتصل بايه اتصل بايه اللي هي رقم او نمر المشترك المطلوب مجموعة النبضات دي تسمى قطار النبضات لان الرقم ما بيكونش نبضة واحدة لا الرقم بيكون مجموعة يعني مثلا خمسة ثلاثة اتنين واحد وهكذا فكل الرقم من دول خد ايه خد نبضات فانا عندي الرقم كامل لما بتصل بشخص بيبقى مجموعة من النبضات كتيرة مجموعة النبضات دي اللي هتوصل للسنترال بتسمى قطار النبضات تسمى ايه اولاد قطار النبضات طيب دي شكل مجموعة النبضات اللي بتمثل مثلا لرقم احدى المشتركين ده الشكل بتاع النبضات اللي بتوصل للسنترال عن طريق ايه عن طريق الريش عن طريق ايه اولاد عن طريق الريش اللي موجودة اسفل ال ايه اسفل التليفون هنا لو جينا نشوف دلوقتي التليفون عندي بيتكون من ايه الاجزاء بتاعته بصوا اولاد هنا عندي اول حاجة انا عندي انه بصوا كده نبدأ نشوف الاجزاء عندي انه دي كده دي السماعة دي اولاد اللي هي الايه السماعة اللي انا هسمع بيها ده الشكل بتاع اللي احنا شفناه في بداية شرحنا تمام اهو هدي الشكل بتاع السماعة خلاص طبعا احنا شفنا الشرح القاص بالايه بالسماعة طيب الميكروفون بقى لو جينا هنا ده الميكروفون سويني ده كده الميكروفون وقادي الفتحات اللي احنا قلنا اللي هيدخل عن طريقها الكلام موجود بالداخل الرئ والايه والبوق دي كده العلبة الخارجية اللي محطوط فيها اللي محطوط فيها الحبيبات الكربونية اللي موجودة عندي تمام طبعا بيكون الميكروفون دوت سهل جدا ان هو لو حصل في بوز او جزء من عطل سهل جدا ان انا اشتري غيره تمام وهنا فيه جزء كده هو بيتلامس فيه يعني لا هتوصل ولا حاجة انت بتبدي الجزء ده وبتحطه بالطريقة دي خلاص ده كده الايه الميكروفون وطبعا بيتم الربط ما بين احنا قلنا بنربط ما بين الميكروفون والسماعة يا ولده عن طريق ايه عن طريق عندي الملف هنا بالنسبة لنا شايفين ده ده كده الجنش ده الجنش اللي بتحط عليه الايه السماعة لو احنا فتحنا العدة دي كده بصوا اولاد هنا ده الجرس المستقطب ده الطاصة دي الايه الطاصات النحاسية ودي الطارة اللي بتقوم بعملية الايه الرن هيجي لها طبعا طيار اسمه طيار الدرب اللي جايه منين من السنترال دي كده عندي الطاصات النحاسية ودي الطارة تمام هنا هو شايفين الجزء ده ده عندي حامل الجنش اشتركوا في القناة